السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي أفضل تلتا عددي عاملين إيه وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله نهارده هنحلم مع بعض التدريبات درس مصري والسرع العربي الإسرائيلي وقبل من نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسية تم عقد اجتماعات بين الطرفين المصري والإسرائيلي في كامب ديفيد بدولة الولايات المتحدة الأمريكية يعد التواصل إلى إطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نتيجة لمؤتمر كامب ديفيد جاءت أولى خطوات السلام في المنطقة العربية بعد حرب أكتوبر 73 بدعوة من مين بدعوة من مصر الدولة التي استجابت لدعوة الرئيس السادات عندما دع العالم كله لمساندته في التطلق للسلام بعد حرب أكتوبر 73 كانت هي دولة مين الولايات المتحدة الأمريكية تعد ثاني خطوات السعية إلى حل الصراع العرب الإسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 على يد رئيس مين الولايات المتحدة الأمريكية زهر التفكير زهر التفكير للبدء بمفاوضات الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال معاهدة السلام 1979 تعد الدولة تعد النواة الأساسية تعد النواة الأساسية لتحقيق السلام ونهاء الصراع العربي الإسرائيلي هي زيارة رئيس مصر لإسرائيل زيارة رئيس مصر لإسرائيل رقم 8 استطاعت مصر استرداد معظم سيناء عن طريق المعاهدات الرسمية عادت السيادة المصرية على كامل أراضيها بعد استرداد مصر إيه طابة سنة 1889 تأكدت الدعوة لمبدأ الأرض مقابل السلام بين العرب وإسرائيل من خلال مؤتمر مدريد تم توقع التفكيرات أسلو عام 1993 في مدينة إيه في مدينة فاشنطن حدثت مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بعد مؤتمر مدريد 1991 برعاية إيه برعاية أمريكية اكمل لبارات التلاب الكلمات المناسبة تم رفع العلم المصري عام 1982 فوق شبه جزير السيناء بعد استعادتها ويخرج عن ذلك منطقة إيه منطقة طابة ويخرج عن ذلك منطقة طابة عقدت مؤتمر نقط للسلام عام 1991 في أسبانيا عام 1991 في أسبانيا كان مؤتمر إيه أبطال مؤتمر مدريد عقدت اتفاقية أسلو عام 1993 بين إسرائيل ومين منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية أكتب كلمة صوب أمام الأبرة الصحيحة وكلمة خطأ أمام الأبرة غير الصحيحة مع التصويت دعت مبادرة الرئيس السادات إلى السلام العادل لكل شاب المنطقة الإجابة صحيحة كانت مؤهدة السلام بالمصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية أسبانيا الإجابة خطأ المنطقة كانت بمشاركة ورعاية مين الولايات المتحدة الأمريكية وليس أسبانيا تغيرت السياسة المصرية نحو إنهاء الصراع العربي للإسرائيلي عقب عقد المؤتمر كان بديفد 1978 الإجابة خلق عقب حرب أكتوبر 1973 يبقى عقب حرب أكتوبر سنة 1973 تم وضع إطار لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مؤتمر كامب ديفيد الإجابة صحيحة استعادت مصر طبع من إسرائيل عن طريق قرار مجلس الأمن الإجابة هنا غلط أما عن طريق قرار مين هيئة التحكيم الدولي هيئة التحكيم الدولي يبقى استعادة مصر طبع من إسرائيل عن طريق هيئة التحكيم الدولي تحقق الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء في 25 إبريل 1982 الإجابة خطأ تحقق الإنسحاب الإسرائيلي هشل كلمة الكامل هشلها كده يبقى تحقق الإنسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 إبريل 1982 معدى منطقة طابة معدى طابة معدى إيه؟ طابة الأرض مقابل السلام مبدأ دعا إليه مؤتمر كام بيديفيد عام 1978 الإجابة خطأ ما الإيه اللي دعا كان فيه مؤتمر إيه؟ مؤتمر مدريد للسلام 91 يبقى الإجابة هنا خطأ وهقوله مؤتمر إيه؟ مدريد سنة كام 91 رقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا الإجابة صحيحة تم وضع جوابط للسلام بين إسرائيل والعرب في مؤتمر مدريد للسلام 91 وهو ما يشبه ما تم التواصل إليه في مؤتمر كام بيديفيد 78 الإجابة صحيحة ترتب على عقد اتفاقية أسلو مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الإجابة خطأ ترتب على إيه؟ على مؤتمر مدريد للسلام يبقى هقوله ترتب على مؤتمر مدريد للسلام سنة كام واحد وتسين مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يبقى ترتب على مؤتمر مدريد للسلام اتخذت اتفاقية أسلو عام 1993 الشكل الرسمي والإطار القانوني في دولة الولايات المتحدة الأمريكية الإجابة صحيحة عرضت مصر اتفاقية أسلو عام 1993 الإجابة خطأ هشيل كده عرضت واقول أجيادة مصر اتفاقية أسلو عام 1993 من مزايا السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي دفع عجلة التنمية في الدول العربية الإجابة صحيحة السؤال رقم أربعة من هو دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر كان بديفيد كان من الرئيس الأمريكي هو كارتر هقول كده الرئيس الأمريكي كارتر عقد مواهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 محمد أنور السادات الرئيس أنور السادات أو إحنا نكتب محمد أنور السادات عشان ما فيش مكان تلاتة عادت في عهده طابة إلى السيادة المصرية الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس محمد حسني مبارك هو اللي عادت في عهده طابة إلى السيادة المصرية بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل عام 1977 كان ايه هو سبب زيارة الرئيس أنور السادات عام 1977 لإسرائيل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سلميا يبقى هقول رقم واحد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سلميا حيث نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة رقم اتنين دع العالم كله إلى مسندته إلى التطلع إلى السلام الدائم بعد سلسلة الحروب التي استنزفت طاقات وموارد البلاد البشرية والمادية عشان كده بدر الرئيس السادات بزيارة إسرائيل عام 1977 بما تفسر عقد مؤتمر للسلام في مدريد بأسبانيا عام 1991 ليه؟ لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات الأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام تاني حبيبي لحل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات الأمم المتحدة اللي هي مين؟ مجلس الأمن على أساس ايه؟ مبدأ الأرض مقابل السلام ما النتاج التي ترتبت علىها؟ مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل عام سبعة وسبعين إيه اللي ترتب على زيارة السادات لإسرائيل عام سبعة وسبعين ترتب على ذلك أنمهد الطريق أمام إسرائيل للكبول بمبدأ التفاغض مع الأطراف المهتمة والمعنية بقضية الصراع العربي لإسرائيل ما النتاج التي ترتبت على توقيع معهدة السلام 1979 ترتب على ذلك رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سينا في 25 إبريل 1982 بعد استعدتها من المحتل الإسرائيلي في معادة منطقة طابة على رأس خليج العقبة ما النتاج التي ترتبت على قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 1988 ترتب على ذلك أن أصدرت هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية في سبتمبر 1988 حكمها لصالح مصر وعادة طابة إلى السيدة المصرية في مارس 1989 ما النتاج التي ترتبت على عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 91 ترتب على مؤتمر مدريد للسلام حدوث مفاوضات سرية بين مين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد أصفرت هذه المفاوضات عن توقيع إتفاقية برعاية أمريكية في سبتمبر 1993 بواشنطن وهي اتفاقية أصله من نتاج التي ترتبت على اختيار السلام كبديل للحرب لإنهاء السراء العربي الإسرائيلي بالنسبة للتنمية والسياحة بالنسبة لمجال التنمية هقول إيه ترتب على ذلك رقم واحد دفي مجال إيه التنمية حبيبي في مجال التنمية ترتب على ذلك دفي عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد رقم اتنين تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر وغيرها من الدول العربية رقم ثلاثة إقامة المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص ومنطقتنا العربية بشكل عام التلات نقط دول في مجال إيه في مجال التنمية طيب بالنسبة بقى لمجال السياحة هقول تنشيط حركة السياحة من من يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية يبقى ده كده بالنسبة لمجال السياحة وده كده التلات نقط دول بالنسبة لمجال التنمية السؤالة بعد كده ماذا كان هيحدث إذا فشل مؤتمر كان بديفيد في سبتمبر 1978 إيه اللي هيحصل لو كان مؤتمر كان بديفيد فشل لن يتم التوصل إلى إطار معاهدة للسلام بالمصر وإسرائيل تاني حبايبي لن يتم التوصل إلى إطار معاهدة للسلام بالمصر وإسرائيل ماذا كان يحدث إذا لم يتم توقيع معاهدة السلام في مارس 1979 رقم واحد استمرت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل اتنين لن يتم استعادة سيناء بالطرق السلمية بين المحتل الإسرائيلي ورفع العلم المصري فوقها كما حدث في 25 إبريل 1982 فيما عدا منطقة طابة على رأس خليج العقبة ماذا كان يحدث إذا رفضت إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1988 سيتم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لإسترداد طابة سيتم استخدام القوة العسكرية لإسترداد طابة ما رأيك فيه مبادرة الرئيس السادات بالزهاب إلى إسرائيل من أجل السلام طبعا يا حبيبي عشان السؤال هنا ما رأيك فهقول أوافق على ذلك هقوله إيه أوافق على ذلك فكانت خطوة كبيرة لتحقيق السلام فكانت خطوة كبيرة لتحقيق السلام حيث نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة اتنين دعا العالم كله إلى مساندته في التطلع إلى السلام الدائم بعد سلسلة من إيه الحروب التي استنزفت طاقات وموارد البلاد البشرية والمادية ما رأيك فيه بنود معاهدة السلام عام 1979 هقول أوافق على ذلك حيث أن نصوص المعاهدة كانت بتنص على إيه هاخد منهم بس أربع نصوص رقم واحد انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء التي احتلتها عام 1967 انهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وحال المنزعات بالطرق السلمية البدء بمفوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقتها غزة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 يبقى هقول أوافق على ذلك فكانت نصوص المعاهدة بتهدف إلى تحقيق السلام فكانت نصوص المعاهدة تهدف إلى تحقيق السلام وأقول رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة رقم ثلاثة ما رأيك فيه تأييد ومسندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني بعد حرب 1973 ووافق على ذلك أن مصر دائما كانت بتعمل إبعاء تؤيد وتدعو لتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي وظهر ذلك من خلال نقطتين رقم واحد تأييد مصر لاتفاقية أسلوبين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتنين تأييد مصر ما حدث من اتفاقيات أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ما موقف مصر من مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 دور مصر شاركت فيه مصر بفاعلية لدعوته إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي على ضوء قرارات الأمم المتحدة اللي هي مجلس الأمن على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام كورن بين أهم نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 وأهم نصوص معهدت في السلام عام 1979 نرجع كده مع بعض لدرس مصر والقضية الفلسطينية وكان بيقول أهم نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 أهم نصوص مجلس قرار مجلس الأمن رقم 242 أهم نصوص معهدت في السلام عام 1979 رقم 1 إنسحاب إسرائيل الكامل من سيناء التي احتلتها عام 67 2 إنهاء حالة الحرب من مصر وإسرائيل وحل المنازعات بالطرق السلمية احترام كل طرف السيادة واستقلال الطرف الآخر رقم 4 إقامة علاقات ودية سياسية اقتصادية ثقافية بين الدولتين إقامة مناطق محدودة السلاح على جانبي الحدود مع تحديد عدد الأسلحة والقوات احترام حرية الملحة في الممرات الدولية البدء بمفاوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقتها غزة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 وكده قارننا بين أهم نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 وأهم نصوص معاهدة السلام 1979 قارن بين مؤتمر كامب ديفيد للسلام في 78 ومؤتمر مدريد للسلام 1991 من حيث الدول المستضيفة والنتائج الدولة المستضيفة في مؤتمر كامب ديفيد 1978 كانت من؟ الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المستضيفة لمؤتمر كامب ديفيد كانت الولايات المتحدة الأمريكية أهم بقى نتائج المؤتمر تم التوصل إلى إطار اتفاق أو معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل نتائج مؤتمر كامب ديفيد تم التوصل إلى إطار معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل الدولة المستضيفة لمؤتمر السلام مؤتمر مدريد للسلام هي دولة أسبانيا يبقى الدولة المستضيفة لمؤتمر مدريد للسلام عام 1991 هي كانت دولة أسبانيا أما النتائج المترتبة على مؤتمر مدريد للسلام 1991 ترتب على مؤتمر مدريد للسلام حدوث مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد أصفرت هذه المفوضات عن توقيع اتفاقية برعاية أمريكية في سبتمبر 93 بواشنطن وهي اتفاقية ايه اتفاقية أسلو السؤال رقم 11 أيد بالأدلة التاريخية صحة كلها برة من برات القتاء تعتبر زيارة الرئيس للسادات لإسرائيل عام 77 حدثا تاريخيا هاما طبعا يا حبابي احنا عارفين ان هو سؤال دلل فلما يكون السؤال دلل يبقى اجابته هتبتدي بايه حيسو يبقى هتقول ايه حيسو مهد الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض مع الأطراف المهتمة والمعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي رقم 2 دلل لعبات الولايات المتحدة الأمريكية دورا في تحقق السلام بين مصر وإسرائيل هو دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقق السلام بين مصر وإسرائيل دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقق السلام بين مصر وإسرائيل بيتلخص حبابي في نقطتين اثنين النقطة الأولى هقول ايه رقم واحد دعا الرئيس الأمريكي كارتر كل من الرئيس المصر محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل بيجن لعقد اجتماعات في جنب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية دي كده النقطة الأولى في دور الولايات المتحدة النقطة الثانية في دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقق السلام بين مصر وإسرائيل هقول ايه تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعية الولايات المتحدة الأمريكية النقطة الثانية ايه في دورها تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعية الولايات المتحدة الأمريكية ودول النقطة دول هما دول الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل دلل التزمت مصر وإسرائيل بحل المنازعات بالطرق السلمية بعد عام 82 حيث ولجاء الطرفان إلى التحكيم الدولي لحل مشكلة الطابة رقم أربعة دلل اختيار السلام بين الأمم بدلا من الحروب يعود بالنفع الاقتصادي على الشعوب هقولي أبطال حيث أن اختيار السلام يساعد على واحد الاستقرار الداخلي للبلاد العربية اتنين دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد تلاتة تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر وغيرها من الدول العربية رقم أربعة تنشيط حركة السياحة من من يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير الغاملات الأجنبية وأخيرا إقامة المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص ومنطقتنا العربية بشكل عام نحن كده عرفنا أن اختيار السلام بيساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية السؤال اللي بعد كده تمثل صورة المقابلة إحدى مراحل عملية السلام بالمصر وصورة عام 79 حدد وجه الارتباط بين هذا الحدث وقرار 242 لمجلس الأمن نخلي بالنا زي ما احنا شايفين في الأسئلة أنه دايما بيربط بين قرار مجلس الأمن رقم 242 ومعاهدة السلام 1979 هقوله إيه أبطال حيث نصة معاهدة السلام 1979 على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 السؤال اللي بعد كده حددت تقييمة لمدى مصدقية كل عبارة من ما يأتي استخدمت مصر عدة وسائل لاستعادة أراضيها المحتلة من إسرائيل العبارة صادقة ومن هذه الوسائل رقم واحد استخدام القوة العسكرية في حرب أكتوبر 1973 اتنين الطرق السلمية بعقد مواهدة السلام مع إسرائيل 1979 رقم ثلاثة الطرق القانونية في استرداد طابة عن طريق التحكيم الدولي رقم اتنين التزمت مصر بالطرق القانونية لاستعادت أرضها كاملة بعد عقد معاهدة السلام 1979 العبارة صادقة حيث لجأ الطرفين مصر وإسرائيل إلى هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية لحل مشكلة طابة والتي أصدرت حكمها لصالح مصر وعاد الطابة إلى السيادة المصرية السؤال رقم 14 رد الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث وعشان نبقى عارفين ترتيب الأحداث من القديم إلى الحديث لازم أكون حفظة التواريخ أقدم حدث عندي هو مبادرة رئيس السادات لزيارة إسرائيل رقم 1 سنة كام 1977 المبادرة كانت 1977 اللي بعد كده مؤتمر كام بديفيد مؤتمر كام بديفيد كان قيمة مؤتمر كام بديفيد 1978 رقم 3 هيبقى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة كام 1979 وبعد كده استعدت مصر لطابة رقم 4 استعدت مصر لطابة كانت إمتى 1989 بعد كده عقد مؤتمر مدريد مؤتمر مدريد كان إمتى رقم 5 عقد مؤتمر مدريد في 1991 وأخيرا عقد اتفاقية أسلو 1993 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين في دوق النص المقابل نستنتج أن الأراضي المقصودة هي التي استودت لها إسرائيل كأحد نتائج النص يعد مبدأ الأرض مقابل السلام من أسس حل إسراء العرب الإسرائيلي يبقى كان من أراضي المقصودة هي التي استودت لها إسرائيل كأحد نتائج عدوان خمسة يونيو سبعة وستين تمكنت مصر في مارس 1989 من السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي للغربي لخليج العقبة الشريط الساحلي الغربي لخليج العقبة بما يتفسر استحق الرئيس السادات لقب رجل الحرب والسلام استحق الرئيس حبيبي السادات لقب رجل الحرب رجل الحرب ليه حيث انتصر في حرب أكتوبر 1973 أما رجل السلام حيث عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل السؤال بعد كده دلل تاريخيا لم تسعى مصر أبدا لتحقيق سلاما منفردا مع إسرائيل حيث هو تضمنت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نصا يقضي بإيه؟ يقضي بالبدء في مفوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبكده لم تسعى مصر أبدا لتحقيق سلاما منفردا مع إسرائيل حدد وجه الشبه بين اتفاقية أصله 93 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 79 رقم واحد هقول أوجه الشبه بينهم إيه؟ تم برعاية أمريكية تم برعاية أمريكية رقم اتنين تم بناء على إيه؟ تم بناء على مؤتمرات سابقة مؤتمرات سابقة لعقدهما رقم ثلاثة هدفهم الحل إسراء العربي الإسرائيلي هدفا إلى حل إسراء العربي الإسرائيلي ودي كده أوجه الشبه بين اتفاقية أصله 93 واتفاقية السلام بين مصر إسرائيل 79 وبكده حبيبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة أتمنى رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفاو السهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر جرس لك كل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته